صبي بضرب أمه عمداً لما بتعطهش اللي بطلبه يعني هي لازم تلبيله رغباته وإذا ما لبتله رغباته هو بضرب فصار يوم ورا يوم يضربها صارت عادي ليش صارت عادي؟ لأنه تحققت رغبته يعني لما ضربها صيحت بالأول أكيد وعطته لما ضربها أعطته وهي تفراني لما ضربها ردت عليه وغصباً عنها إذن بنواقف نرد يعني بنواقف نعطيه الرغبات حاجة إذا محتاج لشغلي ولازم إحنا نعطيها منعطيها مش منرفض كل إشي مش نرفض نعطيه كل إشي لا بصيري هو ما بنميزش بين حاجة ورغبة يعني مثلاً إذا كان هو عطشان وبدو يشرب هاي حاجة إذا كانه مثلاً هو بدو يطلع بره بدو يعمل شوية حركة ونشاط لازم يطلع بره وأعطيه إنه يتحرك ويعمل نشاط أما إذا مثلاً بدو يعني إن أنا أخده أحمله هو بقدر يمشي بتجاهل بدو يعني إني أنا أحطه بحضني وأدلله بعطيه هاي حاجة عطفية عملي بشتغل وبدو شغلي اللي مش ضرورية بتجاهل أهم إشي يبتدي يعرف بالغريزة وإنت الماما بترد وإنت الماما بتردش مش كل إشي بردش حتى يصير عنده رقيبه الداخلي وواعي عنده الشرطة طبعه صار يعرف إنه الماما بترد بس لما في حاجة الآن بتجاهل ومش بفرجي إنه أنا بدي أجاهل يعني بديش أخليه حس إنه أنا قاعد برد على ضربه بعصبيه لا أنا بدي أعمل دراما لما ييجي بدو يضرب حتى أستبق الحدث واحكي مع إيا بالخيال مع أي شخصية بدراما أنا رايحة أشوفك يا عصفور ليش عم بتساسي بدأ أفتح الباب أنا سامع في صوت جنب الباب يه يه آه نسيت أنا أنا حطيت كعكي حطيت كعكي أخبزها عمالي بشم قربة تتخلص كل أسلوب متل هذا اللي أنا حكيته أنت أكيد رح تبدع أكتر بإنه سامع شمي بدأ أحس بدأ أشوف هاي بتحيجوا تستفزوا بتخليه يصير ناسي إنه بدو يضرب العادي بنساها وبصير بدو يكتشف يبحث على اللي أنت عم بتحكي عنه وممكن كمان يا تيتا أنت سمعتي الصوت ولأ ابني لما بيغني وقعطي الغنوية اللي بحبها العزف اللي بعمله إذا بيدربك أنت دقت كيف بساعدني هذا أسلوب اللي بحفزه على أنه يبتدي يوم ورا يوم تتلاشى عادة الضرب ولازم أوفر له بيئة لأني أثري بتطور شخصيته ثلاث جوانب عطفي مثل هوايات ومواهب بعزف غناني بسرد قصة فكري بركب بحكي بعمل فعاليات اللي بدها دهن بحزر وأنشطة حركية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر